اشتركوا في القناة ويبدأ بممارسة العمل الرقابي ويشرع باختيار اللجان البرلمانية بخطوة تعد متفائلة للرأي العام فبعد ان خيم اليأس على المواطن بل وصل به الحال ان ينتع كلمة انجاز حتى وان كان هذا الانجاز هو انجاز لعمل يومي روتيني وخصوصا اذا تعلق هذا العمل بالعمل الحكومي او البرلماني بل غطى السواد كل الاحلام والامال التي كانت متعلقة بنتائج الانتخابات المبكرة وكما يرى فلاطون ان كل بداية ولها نهاية وهذه النهاية هي البداية لشيء اخر فبعد ان رأينا الرضا قد سات جلسة الامس وباتت اغلب الكتل البرلمانية راضي على توزيع اللجان النيابية توارد لنا سؤال هل هذه الجلسة هي بداية لنهاية الانسداد السياسي ام ان الكتل استسلمت الى القدر وضاع مفتاح الحل واذا نظرنا وتساءلنا هل تستطيع هذه اللجان العمل في ظل تعطلت به كل التوقيتات الدستورية وفي ظل وجود حكومة تصريف اعمال يومية من زوعة الثقة فكيف سيمارس الدور الرقابي والتشريعي فعمل مجلس النواب العراقي وفق المادة 61 من الدستور العراقي يتلخص بتشريع القوانين والرقابة على العمل الحكومي وانتخاب رئيس الجمهورية والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات والتصويت على تعيين الدرجات الخاصة واغلب هذه الاعمال متعلقة بالحكومة فما زلنا في فضاء الدائرة التشكيل الحكومة وكلنا امل ان نراها قريبا حياكم الله من جديد احبتنا المشاهدين ونتناقش بمواضيع كثيرة والنائب احمد الجبوري عضو تحالف العزم حياك الله سيادة اهلا وسهلا ومرحبا تحية لك وليقناة السومرية حياك الله ولكافة المشاهدين الكرام حياك الله سيادة النائب ومواضيع اننا نتناقش بي سواء كانت الجلسة البارحة حاضرين المفاجئة للمجتمع العراقي بشكل عام يعني هذا التوافق اللي حصل بيها وكل النواقع راضين تقريبا عن اللجان اللي صارت والملف السياسي وايضا ملف موضوع وزارة الصناعة خير بل وزارة الصناعة حالر شن اللي يخلى احمد الجبوري بهذه الفترة يكون يعني مهاجم لوزير الصناعة بشكل كبير وقرح الكثير من الملفات الفساد ليش بالوقت تحديدا ويعني هل بإمكان يعني أخذ اجراءات قانونية بحق الوزير الحالي وهو وزير يعني حقومة تصريف عمال طبع نعم شكرا لك يعني بالتأكيد النائب هو واجبا رئيسي أنه يراقب مؤسس الدولة وعندما يعني يجد خللا أو فسادا أو تقصيرا أو سوء تخطيط فيبادر إلى التصدي لأن نظام الحكم في العراق هو برلماني يعني حقيقة يعني أردنا أن نكون بعيدا عن الإعلام والفساد ليس حديث هذا الشهر وإنما الفساد هو موجود في وزارة الصناعة حتى قبل الوزير الحالي حتى أكون دقيق ولكن هذا الفساد تحول إلى تخريب بعد استلام الوزير الحالي من هل الخباز لوزارة الصناعة وقبل الانتخابات أنا قابلت السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبلغت بأن هناك ملفات فساد كبيرة وأنا كنت عضو لجنة نزاهة وفتحنا ملفات في وزارة الصناعة وأحلناها إلى القضاء ومنها عقود واستطعنا في تلك الفترة أن نبطل عقود فاسدة فيها يعني فساد كبير وكبير جدا واستطعنا أن نحصل على أمر ولائي في هذه العقود وصارت الانتخابات وبعد الانتخابات تعرف ويعرف المشاهدين الكرام بأنه إحنا خلاص يعني انتظرنا إلى أن يصير ترديد قسم حتى واحد يأخذ الصفة الشرعية حتى يصير الصفة الشرعية اللي الآن يصير يعني خلانا أنه نتصدى بأنه المعامل بما أنه الحكومة شارفت على الانتهاء بدأت العقود تبرم بشكل يعني مخيف والعقود هي كلها عقود فاسدة وهي عقود تتجه باتجاه تخريب الصناعة العراقية يعني أضرب لك مثل الشركة التعدينية الشركة العامة للصناعات التعدينية طبعا الوزير منهل الخباز اتبع سياسة أنه يبعد المدراء بالأصالة ويجيب مدراء تكليف بالوكالة يجيب هو طبعا ما يستحق أن يكون مدير عام وصار مدير عام لكن بشروط الشروط أنه يمضي على كل العقود اللي تقدمها إلى منظومة الفساد اللي هي موجودة داير مدير الوزير فالشركة العامة للصناعة التعدينية طلعوا واحد اسم رياض جابوا واحد اسم رافد وقع خمسة وعشرين عقد وأصبح يعني أصبحت شبكة فساد في الوزارة ما شو هي خمسة وعشرين عقد خمسة وعشرين عقد بين عقد مشاركه وبين استثمار وبين إحاله وبين بيع وبين يعني وزارة الصناعة هسد يعني إذا أريد نسأله يعني وزير الصناعة نقول له شنه إنتاجك ماكو إنتاج إنتاج ماكو فقط أكو بعض المواقع تنشر لبي أنه فخر الصناعة العراقية وصنعة بالعراق ومعرض بغداد ويلبس نظارات سود بس وكل شي ماكو ليش في محافظة نينوة أتكلم لك أنا ابن الموصل إحنا كان عدنا معمل سمنت بادوش فتحناه أنا والأخ محمد الشيعي السوداني بعد التحرير المعمل بدأ ينتج 3500 طن سمنت يوميا وطبعا هذا المعمل هو من المعامل القديمة الموصل بها عدة معامل معمل سمنت سنجار معمل سمنت بادوش معمل سمنت حمام العليل وكل معمل بيه معمليا خطين فهذا المعمل كان ينتج 3500 رأسا انحال هذا المعمل إلى مستثمر المستثمر هو يعني واجهة لصاحب معمل آخر آخر همس معمل سمنت يعني ها ينتج السمنت داخل عراق داخل عراق فجو وقفوا المعمل بس معمل أهلي مو حكومي وقفوا المعمل من شهر الـ 12 يعني حتى تكون دقيق يعني نهاية الـ 11 بداية الـ 12 2021 وقفوا الانتاج اللي كان ينتجه 3500 طن مع العلم أن الحصة الوقودية اللي يأخذونها من النفط 8 مليون لتار يأخذونها ويبوقونها يبيعونها يعني اللي نفرضه بـ 5 مليون دولار هو تبيع معمل متكامل الدولة صار فعالية في 100 مليون دولار زي ويجي يجون هذول التجار اللي معدهم ضمير يشتري المعمل بأنه خردة هو مو كله خردة هو أكو مثلا مكينة تسوى لها مليار بس يبيعها كسكراب خردة بـ 100 ألف 150 ألف 200 ألف فصار هذا الملف طبعا هذا ملف السكراب هو ملف خطير جدا لأنه هذا الملف هو تخريب يعني اليوم آني مثلا السادة محمد نعم وزارة الصناعة وهذا الكلام موجه الأخوان السادة النواب نعم وزارة الصناعة يفترض أن تساهم تساهم في خزينة الدولة طبعا بالفلوس طبعا يعني عندنا شركات رابحة يعني هذا معمل السمن شركة رابحة يطلع فلوس الموازنة موظفين مالته وفلوس فد عشر شركات خاسرة وقفوه احنا انطينا وزارة الصناعة بالـ 2021 خصصنا مو احنا خصصنا اللجنة المالية والمتعاونين مع منهل الخباز خصصوه 130 مليار هاي 130 مليار بالاستثمارية يعني شنو استثمارية يعني أنت لازم تسوي مشاريع استثمارية تفتح بها مصاريع من خلالها الدر ترجع هاي الفلوس مالته لانطيناها الموازنة يفترض تنطيناياها يعني مالها علاقة بالراتب مالها علاقة بالخدمات مالها علاقة لا 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 متشغيلية متشغيلية أي بضبط انطيناها 130 ايش راح سوى بيها ما سوى بيها خطوط انتاج يعني راح اضرب لك مثل الشركة العامة للحديد والصلب بيها خط يفترض انها العمل بيها اول مرة نصهر ونصب وبعدين نروح على الدرفة لنقسم شيش حديد على حديد زاوية على شيلمان الى اخره احنا في الشركة العامة الحديد للصلب طلعوا المدير العام وجابوا واحد هم فاسد حتى يوقع لهم عقود السكراب في كل العراق ليش لان كل السكراب اللي موجود في الدولة العراقية بحسب القانون يعود لمن للشركة العامة الحديد والصلب فجابوا واحد مدير عام حالي قاموا يوقع لهم عقود بالوكالة هذا ولا بالغصالة بالوكالة كل وكالة كل وكالة هو يجيب وكاله ليه حتى يعني ما يقدر تعال توقع لو عفيك تدري هذا بعده جاي مدير عام والكشخة وحنا ربعنا يحبون السلطة يعني يحبون فالشركة العامة اللي حيث يصل بواني مسؤول عن كلامي والقضاء خليه ثبته ومجلس النواب احنا عدنا خطة هو على لسان حضرتك احنا احنا مسؤول حق رد لك فوق لكل شيء خاصة طبعا ايه اكيد الشركة العامة اللي حيث يصل بواني هي يفترض اول مرة تصهر وتسوي سبائك وبعدين السبائك تروح عدرفلة تطلع لنا شيء شو تطلع لنا احنا عدنا درفلة بس ما عدنا صهر نروح نشتري من الخارج من الصين ومن الهن نشتري سبائك طبعا السبائك طويلة نشتريها لان هم بيها عقد وهم بيها عمولات وهم بيها بوك يعني هذا السكراب اللي يفترض كله جمعه منهل الخباز يفترض وين وداه يفترض وداه وين للشركة العامة بس هذا راح نباع للمعامل الاهلية سواء في قليم كردستان او داخل العراق ونباع بثمن بخص القانون شي يقول يقول انت وزير ما يحق لك تبيع سكراب اذا كان يدخل في الصناعات التحويلية وتبيعه بحسب قانون بيع وإيجار اموال الدولة بيش الطيل؟ مية واثمائين الف دينار بينما طن الحديد تحركت مرة قد عرضت مستند لهذا الموضوع نعم هو بالشارع عشقسي يعني طن الحديد مليون الرسمي يعني خلنا نقول يجوز ينباعي يصل للأربعمية للثلاثمية للخمسمية بس مو هذا القصد المفروض انت تسوي مزايدة مو بيع مباشر هو سوى اليوم طلع مؤتمر صحفي بالموصل تيروت قال هذا العقد قديم ونحن فعلناه زين حتى اذا قديم انت شون تسوي ملحق لعقد سابق خلافا للقانون ليش ما تسوي مزايدة بيحسب القانون طبعا من سوى هذا الموضوع هي استاذ محمد البوق مو بالسكراب البوق بالناقل يعني انت من تنطي صلاحية للناقل يطب على هذا المعمل ويشيل بكيفه هي هنا الفلوس شون يعني انا اقول لك شون هذا الناقل من يطب جوا على المعمل راح يعزل هذه مكينة زينة سعرها اللي نفرض بخمسمائة مليون هذه مو استندر اقل من الاستندر بالسوق المحلي يتنباع شنه مو استندر مكينة يتصلح يجوز كم فهذا الشغلات بسيطة ترجع للعمل اذا هي مكينة خياطة اذا هي يعني اي مكينة اخرى معدة فهذا الناقل من يجي يلقط يلقط الشيء الزيان الزيان لانه دافع فلوس للجماعة للمنظمة الفساد اللي هي موجودة بالوزارة ويروحون يودون فد شيء رمزي للشركة الاهلية اللي مشترية يعني يروحون يودون شيء رمزي فمثلا هاي اللي اللي شفتها وطلعت بالشسمة هذي اللي بين كل تريال شائلة فد 30 40 طن مسجدين هش قد 5 طن لانه هذي طلعت وين طلعت هذي ما راحت للشركة مالة الموصل اللي مقعين وياها عقد يعني الشركة هو الميزان يفترض وين الميزان يصير يصير بالشركة تطلع لجنة مالة المال تقدير يسمونها بالقانون تقدر تقول يابا ضبطنا لنفرض 50 ألف طن حديد بمعمل الألبسة هاي الخمسين طن منها معدات خياطة منها مكائن لحام منها قايش يفصلونها وكل شيء ينباع يعني على حدة يعني هذا المكائن لها سعر هذا السكراب لها سعر هاي الخردة لها سعر هو سوى مو قوترة قوترة وبدو ومو مزايدة هو يفترض شو تصير هاي اللجنة من تقيم يعني هاي اللجنة القانون العراقي قانون مضبوط لجنة تقيم وتنطي المواصفات وتسوي محضر وتسلمها المن اللجنة البيع اللجنة البيع تسوي مزايدة تجي المزايدة إذا اللجنة كاتبين بأنه سعر الطن خمسمائة ألف والمزايد يعني التفقى والمزايدين بينات تمسوهم ماتين وخمسين ما تمشي البيع ما تمشي البيع ليش ليش إلا في حالات إذا كان الخزن ماله مكلف ها إذا كان مثلا يأثر على البيعة ها بس انت سكراب وحديد وملقوح لا هو بيوران يوم ولا بيشي ومكائن تصلح بالإمكان هو لو مستخدم المية وثلاثين مليار كان صلح معمل الألبسة بالموصل وكان سواء معمل السكر بالموصل ومعمل المحاليل ومعمل الألبان هاي كلها بالموصل لا يصرف على الموصل ومعمل السمنت اللي المستثمر ولا واحد من المصال كل هن ذا ما يشتقل وكل هن حال هن استثمار وإل من استثمار هسا يفترض آني من آجي أقول آني مستثمر غير يعرفون هويتي غير عندي أعمال مماثلة غير عندي فلوس يعني مثلا اجي على معمل ألبسة ولدي بالموصل بيها 29 دونم في قلب مدينة الموصل يعني مقابيل دورة السواس أول ما تطب بالموصل علي علي سرا جاء بثلاثة من جماعته أصدقاء واحد اسمه محمد صالح واحد زيد العثمان والله من بيت الرجبو سووا لهم شركة كلاوات مدري شو يسمونها أخذوا العقد اللي مجمع سكني على أساس بمئة مليار وراحوا يدللون على الشركات هاي الرخصة تعالوا وانطون المالات زين هو يفترض أنت تنطيها مثلا الشركات عالمية أعمار داماك هذه الشركات التركية اللي بنت مثلا اللي بنت مثلا إمبايار اللي بنت بس مو تجيب لي واحد يعني أعمال مماثلة يعني أعمال مماثلة لا وتجيب لي واحد من آني أنطي من أنطي مجمع يعني أرض بقيمة يعني 100 مليار يفترض آني كشركة عندي فلوس بالمصرف تعادل الأرض طبعا فمثلا راح على معمل السكر والخميرة باع الواحد خردة مع العلم المعمل آني حررته آني شنت بالتحرير من حررنا مو كلش مضرر بالإمكان إعادة وترميمة يعني بال130 مليار لو مطلع لفات خمسة طبعا هو السوي 130 مليار شغلة يعني لا باحن لا مثلا سواها على البنايات تعالوا ابني بناية بس ماكو خط انتاج يعني كشخت الهرب ذياله يعني تلقعها مثلا دائرة بس ماكو خط انتاج إجاب ابن أخته وهذه البنايات بعد بالتالي صارحة شركات وهذه الشركات جاب ابن أخته اليوم ما جاوب على السؤال بالموصل اسمه وضاح ابن أخته سواه مدير عام الاتصالات والقدرة وهو قير مؤهل وطبعا هذا أخوه وضاح أحمد صلاح أخوه باقي رواتب الصحة ما النينوة 12 مليار وانسجن ثلاث سنوات والآن أحمد صلاح في وزارة الصناعة بمنزلة هارون من موسى بمنزلة يعني هو هذا أصلا موظف هذا كان موظف بالصحة 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 باقي الرواتب مع جماعة انحكم ثلاث سنوات طلع من السجن نسبع الصناعة راح على رئيس الوزراء رئيس الوزراء ما يعرفش مدري كتب لتنسيب الآن هو في وزارة الصناعة وكل الموظفين وزارة الصناعة يعرفون أحمد صلاح إذا قال أحمد صلاح قال من هالخباز هذا محكوم بسرقة رواتب وجاب أخوه سواه مدير عام القدرة والاتصالات وانطاة 25 مليار من المئة وثلاث أخو الوزير لا لا أخو أحمد صلاح اللي هو يصير قرائبة يعني بنخطة يصير انطاة 25 مليار صرفها على شغلات يعني مائلها قيمة وعمولات فحجم البوق والاستهتار في وزارة الصناعة وصلت إلى التخريب هاي أرقام معقولة مثلا السيد رئيس الوزراء ما يعرف بيها سيد حمد أنا رحت الرئيس الوزراء وقعدت يمه وكتب لي ورقة بيده كانوا مجموعة من النواب قاعدين ويايا ذكروا بقيتها طه الدفاعي وما يحضرني على سكر والنائبة إقبال عبدالحسين قلت لي عندنا الفساد في وزارة الصحادة قبل الانتخابات بشكت قد بأربعة تشهر كان يسحب ورقة السيد رئيس الوزراء كتب لي أريد ملفات الفساد رحت على لجنة النزاهة اللي أنا بيها زيناء المكتب رئيس الوزراء زين فبالأخير كل شيء ما صار بالعكس شفنا أيدي بأيد وبالموصل يتمشون فلذلك رح يصل لها سنة تقريبا لا هم سنتين صار لمنها الخباز رح يصل لها سنة لهذا الملف يعني طبعا بس هاي الملفات ورايا زادت هي متزادت من صارت لجنة أبو رغيف وصارت على الصناعة وجابوا وعتقلوا وشم واحد وراها طفت الموضوع صار الفساد والتخريب في وزارة الصناعة بشكل مخيف لأنه بعد ما حد يصل لهم الوضع سياسي هو لا بس هو شوف أولا ظروف البرلمان ماكو رقابة لأن تدري احنا شكرا عطلنا عطلنا من شهر يعني من من العام من الثامن من الثامن ليه شهر ليه ردتنا قسمه بشهر الواحد فهذه الفترة هذه لو أكو فعلا لو أكو فعلا دولة يتم التدقيق في عقود كل الوزارات مو بس وزارة الصناعة بالفترة اللي ما بيها برلمان راح تلقى بلاوي سياسي نابان استوقفتني كلمة أكثر من مرة عادتها بكلام حضرتك وخطاب قلت تخريب تخريب نعم شو تخريب أنا أقول لك شون هسا مثلا أنا صار لي اليوم اثنوعة السنة بالبرلمان وهاي رابع دورة وقبل هاني محقق وضابط وعندي الطلاع ومشتقل بل قطع الخاص اليوم أكو ملف مثلا عقد الموظفين يأخذون عمولة من شركة من مقاول ها بس المشروع ينجز يعني بيقصدك رشوة يعني يأخذون مثلا هدية رشوة بس يمشي عمولة وما تقدر تثبتها لأنه لكن طرف الراضين ومشيين موضوع أنا أقولها عدم إثبات الشيء لا يعني النفي يعني اليوم أنا ما أقدر أثبت بأنه وزارة الصناعة بها منظمة فساد وينطون مثلا للسياسيين وللعلاميين ولما فات الفساد ما أقدر أثبت هذا الشيء لأنه إثبات الفساد في بشكل لازم يتطلب يعني الرشوة هاي كلها رشوة يتطلب شنه بأنك تروح للقضاء تقول أنا راح أنطف لوسي الواحد أنا مدني أرقام هين هذه ما تصير ما ترهم لأنه البوق والإحتيال والسرق هما تطورت صارت عبدت يعني صار بيها عبدت في عمليات السرقة يعني الفوس لا تسلم بالعراق التسلم بغير مكان ويظل هو سليم بالسليم لا بصيرفة ولا بتحويل ولا باليد ولا بالجسمة يعني يعني إذا واحد تسلم فلوسه بتركية أو بعمان من هو يلزم عليه لازمة ها مدربية وما عدنا قوانين لذلك التخريب أنا اليوم لما ما عدنا صناعة حديد حكومية ما عدنا صناعة سمنت ما عدنا صناعة أسمدة ما عدنا صناعة زين تخريب لو متخريب لما المعامل كلها أبيحة استثماره وبالأصل هي خردة يعني تيش يتحمل مسؤولية شخص صار لسنتين بالوزارة وإحنا صار لسات أنا إذا أقول لك أنا قلت لك بدأت برنامج قلت لك بدأت برنامج قلت لك لك فسات سافقا بس هذا الوزارة صار أوفر لا حضرت قلت بهاي الوزارة صار لك تخريب تخريب لأنه تخريب وكتنق وكي أنه ما واحد يتعمد يعني أو يتعمد بالموضوع طبعا لما أنا وزير وما أسوي إنتاج وأعطل المصانع هذا تخريب له لا لما أنا أوقف مصنع كان ينتجت للتالاف وخمسمية زين وأوقف الإنتاج مالته لأن أكيد أكو فساد لأن أكيد أكو جيهة مستفيدة لأن أكو يعني جيهة دفعة لما أنا معمل رابح هو منه شنه الاستثمار معمل خاسر أجيب مستثمر يحول لي شنه شغال يعني أنطيك النسبة معمل السمنت اللي هو الدولة العراقية سوتها في عهد مجلس الإعمار العراقي بالألف وتسعمية مع عمل السمنت بالموصل كل فتها اليوم على أرض الواقع كمشيدات ومكائن وسمعة واسم فد مئتيين مليون دولار انطوها المستثمر تعرف النسبة شقد النسبة نسبة العراق الحكومة العراقية الشام العراقي ستة بالمية واربعة وتسعين بالمية المستثمر هذا هذا ويا ريت يا ريت شكل هذا المعمل مثلا شنه خراب لا يشتقل يشتقل هذا يشتقل بعد التحرير ما تخرب رحنا آن ومحمد الشياء تحديدا بآذار وفتعت المعامل وشكله وطلعت اجياس حارة فهذا تخريب لما يضربون الفرن مع المعمل حمام العليل ويعطلونه المستثمر حتى ما يشتغل ولذلك الهجمة على مصانعها معمل المحاليل نفس الشي معمل المحاليل ما تدمر حتى من جد داعش ما دمرته زي بعد التحرير قالوا ها انظرة بشم قذيفة شمش اسمها صرفوا عليها بحدود مليون ونصر ورجع يشتغل معمل الألبان هل راح استثمار هل سمع لا اسمع ايه اسمع صرفوا عليها النوب تقريبا اليو ان دي بي منظمة جت تسوته يعني كل شي ما يحتاج ويشتغل وفلوس وعمال بيوم وظفين رأسا طلع المدير قال طلع المدير قال مجلس الإدارة خلي يسوي الاستثمار انطال شركة مع المقاولات معلها علاقة بالشغل يعني تخريب لو متخريب هذا والمحاليل الوريدية نفس الشي والسكر والخميرة نفس الشي والتعدينية نفس الشي وطبعا ماكو انتاج عراقي ماكو منتاج عراقي هسي خلي طلعونا خلي خلي باشر خلي باشر يروح لي على معمل السمنت يقول اذا مو معمل السمنت وصار لواقف في 6 شهر يعني من شهر الـ 12 يعني مسؤول طيب استاذن حضرت اكساد النائب بالذهاب إلى فاصل ويضا نستاذن اشتاد المشاهدين بالذهاب إلى فاصل ومثلما لنعود حياكم الله من جديد احبتنا للمشاهدين ويضا نرحب بسيادة النائب أحمد الجبوري حياك الله مرة ثانية سيادة النائب نحشي عن ملف الفساد اللي حاصل في وزارة الصناعة واللي حضرتك صديت له بهذه الفترة نرجع ونأكد أن هذا الحق رد مكفول وعلي وزير الصناعة وأي شخص يمكن ورد اسمه بهذه الحلقة وكل الكلام اللي صدر يتحمل تبعاته سيادة النائب وعنده حسانة حالة يعني سلمت للقضاء أستاذ محمد نحشي على مثلا المحاسبة نمكن على مدى السنوات الماضية نتحدث بالإعلام بشكل عام هوين من الوزراء من المواق وزراء مسؤولين نتحدثون بالإعلام وكأنما أقول كثير من الملفات الفساد وكوة ثايق وبالتالي نرى شيء ملموس أحمد الجبوري وين رحي ب هذا الملف وما هي التبعات القانونية الممكن أن تلاحق وزير الصناعة فضل أنا اتخذت المسار القضائي لمحاسبة الفساد والتصدي للفساد والتخريب في وزارة الصناعة وأعتقد أن القضاء هو الجدار الآمن الذي نلجأ إليه عندما يعني تشدد الخصوم يعني الوضع البرلمان الحالي لا يسمح أنه أن ننسوا استجواب للوزير حتى إذا حكومة تصريف الأعمال والمحكمة تأيد ما معقولة اليوم يعني راح تمشي الاستجواب بشكل سلس وأني ربما أنتمي إلى كتلة كلها 14 واحد هو حتى الاستجواب لحكومة تمتلك صلاحيات وتمتلك أصلاً عدها ثقة حكومة تصريف الأعمال أصلاً مع عدها ثقة أنا راح سلمت الملفات اللي أنا متأكد منها إلى هيئة النزاهة وسلمتها أيضاً إلى القضاء بيد سيد رئيس مجلس القضاء وأبعثت موظفين تقدموا بشكاوي رسمية موظفين من نفس الوزارة نعم من نفس الوزارة يثبتون الفساد الذي صار من قبل الوزير الحالي والمعاء طبعاً يعني الوكيل يوسف الجنابي وأحمد ريحان وأكضاً موظفين آخرين رافد عبد الجليل أبو التعدينية وآخرين طبعاً فاليوم أنا يمكن إذا ما ملتقي تقريباً فد سبعة إلى ثمان مدراء عامين خلال يومين اللي هم جابوا ملفات مع الفساد سابقين سابقين وثبتولي بالدليل عملوا بهذه الوزارة نعم نعم عملوا أو عزلهم الوزير عزل لأنه تدري هم هو شون يتبع أسلوب يدز على مثلاً يجي الأوردر من برة تمشي هذا العقد وهذا العقد عقد فاسد حي الله عليك خلنا نقفهمها من النقطة شنو يجي الأوردر من برة يعني فوق كل وزير خفير يعني هو الأوردر يجي من برة منظومة الفساد مو بس وزير يعني احنا تعلمنا أن يجي الأوردر للوزير أو للنائب عفواً من داخل العراق رئيس الكتلة الفلانية هو لازم وزارة الصناعة وزارة الصناعة تدار من قبل منظومة فساد متكاملة بيها أشخاص أصابات بيها سياسيين نواب وبيها أيضاً إعلام وحتى بيها أصابات تهدد المدرع فمن يجي الأوردر يقول لك مثلاً هذا العقد السكراب ماشينا ياه خمائل من هل هو يسوي العقد يوقعه ما يوقع من هل يدزعى لمجلس الإدارة ما للحديد والصلب تعال أنت جاب واحد جاب واحد وكالة تعال بس ماشينا هذا العقد إجيه طلعوا عقد قديم قالوا ملحق لعقد 2019 والتوقيع شهر الثالث 2022 زين أنت ليش ما أسوي عقد جديد وسوي مزايدة ليش تبيع مباشر فمثلاً وكل واحد يأخذ مالاته كل واحد يعني طير طيور برزاقة يعني أكو هذا الموجود بره هو يجي يوزع هذا لابو الإعلام هذا لابو النواب هذا لابو الشيء أتكلم وطبعاً هذا الأمر مو بس حمد الجبور يعرفه كل الوسط السياسي يعرف ومعظم النواب يعرفون خاصة القدماء يعني معروف من الوزاة الصناعة كذا وكذا ولذلك يعني أنا أقول لك عدم إثبات الشيء لا يعني أن في أنا لما رحت السيد رئيس الوزراء وقلت لها ترى الفساد وصل إيه لهنا ما سوى لشيء كتبنا نطعني ورقة ولحد الآن ما احتفظ بيها لحد الآن ما احتفظ بيها قال لي أحتاج ملفات وزارة الصناعة بخط طيدة وما احتفظ بيها أنا هاي القصاصة ورحت اللجنة النزاعة تعبان يومين أجبع جبنا موظفين بحدود عشرين موظف سجلنا لهم تسجيل صوتي في لجنة النزاعة ووظفين بالصناعة بالصناعة ووديناها للقضاء والقضاء يعني وقف العقود الفاسدة زين فإحنا اللي علينا سوينا أنا بالنسبة لي راح أكمل الملفات كل الملفات اللي راح اتصلني راح أوديها للقضاء زين والهيئة النزاعة والادعاء لها أكونوا سخة من هاي الملفات راحة رئيس الوزراء الآن جماعة أكثر من مئة توقيع زين لسحب يد الوزير ليش تعرف ليش هسا الوزير يهدد يعني البارحة مثلا اللي صورها وذنها تريلات اللي طلعا ذبهم بالسجن دز عليهم موظفين موظفين خطيئة هذول واحد صور الشسمة صور الكاميرات مع التريلات من تبوك طبعا هذه قدرنا لكن أكو أكو آلاف التريلات طلعت وما صورناها بس معروفة بالسيطرات موجودة هسا لو أكوش كاميرات بالسيطرات الذبوزات الداخلية تطلع السرمان مال الشسمة مبينة فعاقبهم فإحنا طلبنا هسا أكثر من 100 نائب وراح أسويها إن شاء الله يوم السبت فوق النصف زاعد واحد طلبنا يسحب إيده إيد من هالخباز والوكيل ما التليش قانون انضباط موظفية الدولة أي مسؤول تصير عليه شكوى ويصير عليه اتهام تسحب إيده لمدة شهرين قابلة للتجديد ليش حتى الموظف ما يخاف ما يذبه بالسجن ما ينهي يعني هسا هم دخلهم رعب لأن تدري هو وزيره صلاحياته لا وهو أيضا يستخدم اسلوب بوليسي يعني يدخل الواحد بقرب فظل ما مثل هاي هاي شنو ويهد هذا الكلام إحنا سمعناه في لجنة النزاهة ومثبته وراغ يدخل الموظفين هاي يهددهم يدخلونهم بدون موبايل بدون قلم بدون ساعة ليش ما تمشي هذا العقد راح عاقبك راح كذا راح مدري شنو هي شي هي شي التعامل هذا التعامل ولذلك وزير الصناح هو بعيد عن الإعلام لكن هو في وزارته يشتغل بطريقة بوليسية يعني عصابات مو وزارة لأنه المدير العام لما ما ينفذ يطلع مثلا تعال أنت اللي جبتك سويتك مدير عام روح اطلع على ساد محمد سوي عليه تقرير اكتب عليه مقصر كتب عليه محمد مقصر حالك للنزاهة النزاهة يقول لك هذا وزير حال في القرآن ما يشذب هذا تهديد وتزاز وداعتك ساد محمد هذا اللي صار بالصناعة وأكثر هذا اللي قلتها قطرة من بحر هذا اللي قلتها زنزات ناب زنزات ناب يعني ما سؤلف لك على أسمدة ما سؤلف لك على هذه الطارمية السيارات اللي كانت جبال من السيارات مال السكراب ما راحت للشركة العام يجوز راحت في شمتريلة والباقي كله طلع يعني يعني باعوها وفرهدوها زن يعني يصدق كلامي بأنه الفرهود مستمر والتخريب مستمر إذا حضرتك تقولي يمكن أكثر من نص النواب يعرفون هذا الكلام ليش ما صدوا لهذا الموضوع يعني شوف أستاذ محمد إحنا دائما النواب ما عدهم ظهر أولا بالعراق التشهير هو اللي يمشي يعني مثل نائب طلع يريد يصد الملف لا هذا فاسد لديب تيس ومغربة وصالحة حضراتكم ما تيم معدكم ظهر حضراتكم ما تيم معدكم ظهر لا تسمحني أنا جوز طبيت بشم ملف يعني طبيت يعني أنا رابع دورة وطبيت ملفات يعني ما رد أذكرها الجمهور يعرفها أنا ما من تبني يجيني الملف عندي ما أقدر ما أقدر أروح شيء للملف على الوزير وأقول له هذا ملف جاني مطيني ما أكلها ما أكب تزاز أستلمى ولذلك أنا لما أسلط أسلط الإعلام على الملفات الفساد حتى رأي العام مثلك الشرفاء أو غيرك يحموني حتى من يطلع الفاسد المستفاد اللي تجي فلوس من يقوم يحجي على أحمد الجبوري يقول له لا أنت ورا هذا الوزير الفاسد ولذلك احنا هم صارت عندنا خبرة يعني بالألفين وتلتعش أنا تعرضت إلى حملة تشهير من قبل الوقف السني لما فتحت ملفات بأكثر من تريليون دينار والحمد لله القضاء أثبت بأنه أنا على حق واللي طلعوا وحجوا علي وإن كانوا يلبسون عمائم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم على باطل زين يعني ليس موضوع موضوع خوف لا أنا الحمد لله موضوع الخوف احنا متجاوزين نحن 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 هسا يجوز خبرتهم قليلة يجوز ما ردي تخلي بهذه المشكلة يعني يقول لك يعني ليش مثلا أنا عرف موضوع تقصير بعمل هسا أنا بالنسبة لي بس للأمانة للأمانة البارحة بساعة وحدة وقعوا لمية وخمسة بعدين جاء تريفون على شم واحد نواب راح أذكرهم بعد ما أكمل يعني بعد ما أكمل التواقع جاءوا عينها قالوا بخط الله خمسح تواقعنا يابو ليش لأن فلان الفلاني الذي يدعم الوزير الفاسد خبر على رئيس كتلتهم ومسحوا تواقيحهم اللي هو السياسي اللي هو أربع بس هو سياسي هذا لو أمسياسي ياهو فلان الفلاني اللي بره اللي خبر رئيس الكتلة لا موسياسي عوفا تاجر ايه المهم فآني الحمد لله يعني في خلال ساعة ساعة جماعة أكثر من مية وإن شاء الله يوم السبت أوصلهم شون الغاية من جمع التواقع حتى ألزم رئيس الوزراء بأنه يسحب إيده حتى نضمن سلامة التحقيق اليوم إحنا لما نحتكم أنا ما عدنا ما عدنا استجواب وما عدنا يقال أستاذ محمد أنا اليوم نختصم أنا وإياك زين عذرا عذرا أنت تقول لي أنا فاسد وأنا أقول لك أنا مفاسد قضاء حكم القضاء أنا رحت للقضاء بس أنا حتى الموظفين يطلعون الملفات لأنه هاي تدري العقد مال التسعة وثلاثين دونم زين صار بنسخة وحدة ليش بنسخة وحدة حتى ما يطلع للإعلام نسخة وحدة العقود الصير بنسخة وحدة واللي يطلعها لأنه مع العلم أنه هذا حديث عن فساد وزارة وحدة أيه وعندنا نائب طلع حشبيها شبع العالم قهر هسا اللي شاف والله الفساد الفساد شاف حلقة جلبي إنك قدمها هسا الفساد في وزارة الصناعة وأنا مستعد أمام القضاء وأنا طبعا رح أثبت إفاتي بشكل قضائي مثل ما ثبتتها مو بس القضاء حتى الإعلام رح يتنظل التابعك أستاذ أحمد هذا الملف إذا ما صارت بنتيجة غير وممكن نصر كلام على حضرتك إذا سمحت لأستاذ محمد أنا في ملفات الوقف السنية رح تلي القضاء وأدليت بإفاتي والوثائق سلمتها والنتيجة واضحة في ملف محافظ نينوة اللي الآن بالسجن ماردة أقول اسمها لأنه سجن يعرفوه أنا رحت سلمت الملفات بنفسي لا لجنة برغيف ولا هم يحزنون خلتك الشياسة وعندي بقت فأنا بالنسبة لي سلمت الملفات وراح أسلم كل الملفات اللي رح تجيني شون اللي صار بجلسة البارحة البارحة مقدمة للتوافق جلسة جيدة كلها راضية كلها راضية وهذا يؤشر بأن النظام السياسي بني على التوافق بني على التوافق النظام السياسي مثلاً ما تقراها من باب ثانية يقول لك والله رضاوا الإطار وعزم ما أقول أشوف وممكن رح يروحوا للمعارضة مكنوهم مكنوكم للمعارض لا البارحة رئاسة المجلس أي أي واحد راضي يسير بلجنة حطوه بلجنة جيد وأيضاً بتكروا بأن هذا اللي جاني الصغيرة سير اثنين اثنين ساحضرتك اليوم بلجنتين بلجنتين عمل وشهداء فقراء وشهداء ما رحت مع العلم السيد حاكم عرضوا عليها المالية وعرضوا عليها النزاهة أنا نائب رئيس لجنة النزاهة بالدورة الأولى ونائب رئيس للأمن والدفاع قلت له أروح على شريحة الشهداء والفقراء والحمد لله النزاهة أولى النزاهة أولى لا شوف شوف سيد الحمد أي نائب يقدر يشتقل نزاهة لا مؤية مؤية لا بس ما أريد قصدي 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 في أي لجنة يعني اليوم أنا أريد أصدل ملفات فساد من حقي أروح أقعد بلجنة النزاهة تعال يا أبو اللجنة هذا ملف فساد حلو لي نفس الشي ترى بس مجرد تحديد أسماء يعني مو هذا لأنه بالنزاهة نخاف من عنده وهذا مو نزاهة لا ماكو فرق وإحنا يعني هذا الأمر يعني أتكلم لك عن خبرة وموارسة المهم نرجع الوضع السياسي أنا أعتقد بأنه جلسة البارح هي مقدمة للتوافق وأعتقد بأنه الأمور تسير بشكل يسير باتجاه انتخاب رئيس جمهورية وانتخاب حكومة جديدة شنو اللي يخلىكم يستحدثون بهذه الطريقة المتفائلة يعني أنكم يقين أنه رايحي للتوافق شنو يخلىكم أنا رجال صار لاثنائي السنة في البرلمان لما أشوف الود بين الأخوان بالإطار والتيار بشكل منسجم وتفاني هذا الأمور وأيضا هذا البارحة صار البارحة صار نعم فهذا رسالة إيجابية وحتى الأخوان يعني في الاتحاد والديمقراطي إيجابية وحتى إحنا والأخوان في تقدخ إيجابية سيادة بشكل عام يعني سيادة لبستقدم البارحة مجلس النواب مو كتل كان فريق سيادة لبستقدم أنا أتكلم قانون تقدم ومن معهم من تحالف عزم يعني مو سيادة لا يا سيادة لازم يسجل بالمفوضة ما سجل زي زي فأنتقعدكم يقين خافي على الإعلام لا ماكو حديث اجتماعات لا الأمور ماشي واضحة واضحة جدا بأن الأخوان الأخوان في الإطار والأخوان في التيار بعيدا عن الإعلام بعيدا يعني بحسب فهمي زي أنهم وصلوا إلى تفاهم قريب أنت في حديث سابق بأحد الفضائيات العراقية تحدثت قلت الحلبوس ما قبل أنطينا يعني حصتنا في حال رحتوه لا إحنا في ذلك الوقت شو رح يصير توافق وإذا أنتم مثلا ما تأخذون مكانتكم لا حسا اليوم البارحة اللجان أنطى اللجان للتحالف العزو زي يعني صار عندنا بالمالية صار عندنا بالنزاهة صار عندنا بالاستثمار صار عندنا بالتربية صار عندنا بحقوق الإنسان وزعنا على كل اللجان المهمة زي وأعتقد بأن الأمور ماشي لأنه عرب ومحبة هذا يعني لا مو محبة لأنه هذا استحقاق أنت اليوم شلون أنت ما تقدر شوف 14 14 نائب لا أحد يقدر يتجاوزهم زي ثاني شي إذا هم مثلا عندهم تعالف وتفاهم مع كتلة بيها قريبة على 150 فرئيس فسيد الحلبوسي ذكي جدا يعني هو أسهل شي هي إقالة رئيس البرلمان 166 نائب يوقعون مع السلامة يعني حسب الخطر لا مو حسب الخطر هو ذكي هو دخل بالتحالف الثلاثي وقدر أنه يقعد على كرسية زي الموضوع الآخر يعني بذل جهد حتى يشكر رئيس جمهورية ورئيس وزراء ما قدر لكن بالتالي المصلحة العامة أيضا تحتم عليه بأنه يكون يتعامل بواقعية ولا يتعامل بأنه بعناد لذلك واضح جدا بأنه هو اليوم السيد الحلبوسي مع التوافق بين الإطار والتيار شنو المبادرات التي ترحى التيار والإطار هسأني المناورات سياسية كسب وقت له شنو لا بفعل مبادرات حقيقية مبادرات سيد مقدد كانت حقيقية بتنازل عن الرئيس الوزراء وعن الحكومة وهو كان أيضا يعني هو لحد الآن هم يقولون نحن حكومة أغلبية أصور حكومة الأغلبية راح تكون حكومة أغلبية موسعة موسعة وهذا هو الفهم الحقيقي للدستور لما يقول لك تجيب لي رئيس جمهورية 220 نائب إذن إذن لازم يتوسع التحالف الثلاثي ليعبر خانة 220 يصل لـ 250 ذلك الوقت منه يريد معارضة مثلا فلان كتلة فلان كتلة يطلعون فت 50 يقول لك احنا معارضة 109 الباقي يروح معارضة احنا معارضة والآن المعارضة لماذا قلت بس على مبادرة السيد مقتدى حقيقية ومبادرة الإطار لا هم حقيقية مبادرة الإطار بس أنا انت سألتني على عن مبادرة احتياتني لا تقولني لا 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 هم حقيقية مبادرة الإطار هم أشوف بس دي شيء أسهل صانع القرار صانع القرار بالدولة العراقية هو الفاعل السياسي الشيعي زي يعني معه الاعتزاز بالفواعل الأخرى زي لكن هم 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 عدهم الأغلبية التي تتيح لهم أنه صوتهم أعلى صوت أعلى هسه هم ما يقدرون يشكلون ما يقدر يجيبون رئيس جمهوري إذا ما يتعاونون معه لأن تدري هم الآن يعني إذا نتكلم بمنطوق الطائفة يعني واني ما لا أتكلم بهذا المنطوق المكون يعني هم بالمئة وثمانية بس ما يصلون لهذا هسه يقدر يجيبون رئيس برلمان يعزلون بس ما يقدر يجيبون رئيس جمهوري ولذلك هذه هي الفلسفة اللي كتب الدستور بالألفين وخمسة وخلى الميتين وعشرين ثلثين يحاول يحافظ على المكونات حتى يقول لك لأن الدستور الفهم بالدستور أن البلد يدار بحكم المكونات وهي طبعا المكونات كلمة مخففة للطوائف جمهوري تعلق على الكلام اللي يثار بالإعلام على أنه بعض الجهات السياسية وتحديدا بالتحالف الثلاثي حابين الوضع حيجي البرلمان مالتون هو عملية الحكومة تحدثون يقولون حكومة مالتون الحكومة كانت كانت تريد أن يبقى الوضع هكذا ولا نصل إلى المتين وعشرين الحكومة؟ بدليل حكومة؟ طبعا سيدي كاظمي؟ طبعا أنا أتكلم لك أنا مع معطيات أن الرجال لما يصدر أمر من الحكومة أعرف هذا وين مداه منين انطلق وشونه المدى فاستغل إياها شوية لما مثلا أنا رئيس وزراء أشكل لجنة تحقيقية على محافظ زين وأدزها إلى البرلمان زين يعني هذا انشقاق بالسيادة إذا طلع المحافظ ها إذا طلع المحافظ يزعلون فد خمسة ستة يطلعون من التحالف الثلاث وإذا ما طلع بقى يزعلون غيرهم لا مهاذة وليهم بالتالي هم مجموع يعني هم كل مجموع كل يعني هذا ومسط هنانا ومسط هنانا مصوية بقاء مصوية بس مو بالحالتين من انثار هذا الموضوع لازم جماعة يزعلون زين يعني اليوم بموازن إذا 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 ما طلعوا عمار الجبر يطلع فد عشرة وقال هو وأستاذ مشعان هم يطلع لجموع هم كم إذا إذا هذا القرار سوى سوى يعني من شيقات أيضا المستقلين اللي هم قريبين من السيد رئيس الوزراء أنا بصراحة يعني صراحتي هي ربما ما حيتكلمها هكو نواب مستقلين ما صاروا لا مع الإطار ولا مع التيار يعني الوقوف على التلي أسلم دول مستقلين حقيقيين قسم من عدهم يعني مرتبطين بالسيد الكاظمي فهم دائما ما عرف هالساعة بس واضح جدا أنا بصراحة بعدنا يعني ما عرفناهم يعني صارت حوارات لأن بعدنا ما عرفتم جلسات ما صارت بس واضح جدا أنه لما واحد ما يصير لا مع الإطار ولا مع التيار إذن من هو الطرف الثالث المستفيد اللي يبقى حكومة ولذلك اليوم الحكومة مستفادة من هذا الوضع الطرف الوحيد المستفاد هم الحكومة والوزراء يقول لك أنا بقيت سنتين وراح تصير جوز ثلاث سنين وتعرف أنت إحنا إذا نتكلم على مواضيع أخرى يعني ما رضا أتكلم أنا أعمم على كل الوزراء يعني هسا أنت اليوم إحنا مثلا العقود جاعد تتوقع باليوم بعض مرات ثلاث عقود أربع عقود عسرية بيع قبل أن يذيع المذيع هي تي طبعا سنحن سنحن عليها محاسبة طبعا سنحن سنحن لأنه أعتقد بأنه هاي الدورة الانتخابات التي أفرز عديد من الكتل والنواب لكن أنا أشوف عند النواب نية حقيقية للتصدي للفساد والفشل حتشينا بالتقرير على موضوع الدور البرلمان العراقي الحقيقي لحد الآن إذا ما صارتك حكومة حقيقية ما سيصبح دور البرلمان هي لأنه عمليا السادة محمد أنا الدستور يقول لي أنت تسحب الثقة من الحكومة التي تنطيها الثقة أنا أجيب الحكومة أصوت عليها من يصير خلل بالوزراء اللي مصوت عليهم بشكل فردي أسحب الثقة من عنده تعال هاي ثقة عنتي إمكانية هاي إيد اللي رفعتها عليك راح أرفعها وأجيب الثقة إحنا كبرلمان يعني أنا ساعة مصوت على حكومة الكاظي بس غيري ما مصوت فعمليا لا يجوز أصلا غير برلمان لا يجوز سحب الثقة لا يجوز سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال وهاي يعرفونها يعني حتى من جبنا لو رايح مشتكي المحكمة الاتحادية ستقول بصريحة العبارة لا يحقوا للدورة الحالية في البرلمان العراقي أن تستجوب قانون الأمن الغذائي بصراحة هو موازنة قانون موازنة بس يعني ليل القانون ليش المجلس النواب العراقي حضراتكم ساكتين على هذا القانون يعني هو اسم الأمن الغذائي بس بمثلا بناء طرق جسور مشاريع إعمار تسديد قروب من حق الحكومة تدسق قانون هسا لا ما يجوز ليس ساكتين عليه احنا ما ساكتين بس أنت اليوم لحد الآن هذا قانون يسولفون به بس مين يتصوت عليه ممكن واحد يروح على المحكمة الاتحادية يقول يا بابا هذا القانون بجنبة مالية والدستور يقول لا يمكن تشريع قانون إلا من خلال حكومة دائمة حتى المحكمة الاتحادية يعد يجقلها لا واضح بس يعني ما يصيرك تحرك عليه قبل ليصال حسنا باو احنا لحد هناك اجتماع باللجنة المالية لأنه بصراحة القانون هو عبارة عن قانون موازنة بعنوان آخر يدرح نصبر ونشوف نتائج الحديث اللي سمعنا بهذه الحلقة والحلقات السابقة بغير فضايات فيما يخص وزارة الصناعة وما هي الوزارة القادمة هذا السبوع أنا يعني متعود لما أبدأ التصدي أعلم الرأي العام والإعلام في الفضائيات نحن يوم الأحد عندنا مجموعة من الموظفين راح يتوجهوا لهيئة النزاهة والملفات أنا أصلا سلمتها قسم مهدها وجدت من النوع ملفات مضاعفة يعني شيء ملفات معرفة بس من طلعت بالتلفزيون قامت تجيني الملفات وهي طبعا هم يعني نعمة لأنه كناس حريصة فضل من الله من أكناس شرفاء موظفين يثقون بحمد الجبوري ويجون لي عنده ويقولون هاي ملفات شون الملف القادم غير وزارة الصناعة والله سأخنكمل الصناعة أنا من النوع اللي أكمل شي شي يعني مو أشتقل على استخدرتك أشارات يعني عندي الوقف السني الوقف السني راح أشتقل عليه إذا أكملت حتى بالرئاسة الجديدة نعم الوقف السني على الملفات السابقة وإذا تجاوز الرئيس الحالي على القانون على المال العام أتمنى أنه ما يتجاوز هو موضوع الوقف السني يحال لشخصية سياسية أو مدعوهم من شخص سياسي زعيم سياسي أي يعني أيضا هو بعد هو طبعا هذا الوقف يفترض يعني أن تعيينه هو شوف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اللي فلشوها سببت أنه شرخ كبير وكرست التمزيق الطائفي بالمجتمع العالم الأوقاف اليوم هي حلاحة الوزارات نعم الأوقاف حلاحة الوزارات لا الأوقاف الأوقاف تدري بها يعني أمرها مختلف عقارات وعدها أملاك وعدها مناسبات يقصدهم باب رزق محلاحة الوزارات لو لا لا هذول مرقتهم على زياقهم يعني ما عدهم واحد فوقهم يأخذ منهم هم يأخذ بيناتهم بيناتهم يهذا تكلم لك عن الاستافل اللي صار بي فساد زيل أنا شكر حضرتك النائب عبد الجبوري النائب عن كتلة العزم شكرا جزيلا اللي حضرتك ولي وردك وشكر موصولكم محبتنا المشاهدين حسن المتابعة نتقي على خير إن شاء الله